اهلا بكم في اعرف يعتبر الانترنت احد الوسائل التي تحتوي على الكثير من القصص والحكايات منها المخيف ومنها المضحك ومنها الحقيقي والخيال كما يوجد البعض منها الذي يكون حقيقيا وملئا بالحزن والتي من المستحيل ان تستمع لهم ولا تنهمر في البكاء حيث يمكن لهذه القصص ان تحيي فيك انسانيتك او تجعل شعورك يتحرك مرة اخرى لهذا فان الفيديو الذي سنعرضه اليوم يعد مليئا بمثل هذه القصص الببغاء المخلص عندما تفقد صديق مقرب لك تشعر ببعض الحزن على وفاته ولكن الحيوانات تشعر باضعاف هذا الحزن عندما تفقد اصدقائها كما انها تشعر بالالم ايضا وقد اكتشف العلماء ان الببغوات هم من اكثر الطيور شعورا باصحابها وهي اكثر الطيور عاطفة وحزنا على فقدان اصحابهم كما انهم يعانوا من الاحباط والاكتئاب عندما يفقدوا شخصا عزيزا مقربا لهم وعلى سبيل المثال قصة ببغاء يدعى سينداب ارغم على المرور بوقت عصيب للغاية عندما فقد الشخص الذي كان يعيش معه ويرعاه منذ خمسة وعشرين عاما وعلى الرغم من ان هذا الطائر كان مرحا الا انه كان يرافقها في المشي وحتى اخر لحظات حياتها وكان يشعر بجانبها بكثير من الحزن لانه كان يشعر بانها سوف تفارقه وبالفعل فان اخر ما لفظته هذه السيدة عندما اقترب منها طائرها هو انها همست له قائلة احبك وتوفت بعدها مساعدة زميلك تحكي هذه القصة عن اندري جراف وطفله الصغير جولياس المريض بالليوكيميا وهو سرطان الدم وعندما تم تشخيصه وتأكيد اصابته بهذا المرض ارسل في الحال للعلاج في المشفى وبعد مجهودات الاطباء وبعد علاجه ذهب الى المنزل توفت والدة جولياس بنوبة قلبية مما اثر على نفسية الطفل ولم يجعله ذلك الخبر يقاوم مرضه كما كان يفعل سابقا ولم يبقى للطفل سوى والده فقط وكان هذا المرض يتطلب منه ان يتفرغ لولده بشكل تام واصبحت الاسرة تمر بازمة مادية قوية لعدم وجود عمل لذلك لم يكن لاندريا خيار سوى تقديم استقالته من وظيفته السابقة وطلب الحصول على معاش تقاعدي حتى يتمكن من توفير ما يطلبه طفله من علاج لذلك قام زملائه العمال في الشركة بالتعاون جميعا حتى وصل عددهم الى 650 عاملة وتعاونوا مع اندريا وجمعوا له المال ولكن لم تتوقف مساعدتهم على المال فقط ولكن اتفقوا جميعا على العمل ساعات اضافية بدلا من اندريا واستمر ذلك لمدة عامين حتى اصبح اندريا قادرا على العودة الى عمله واصبحت حالة جولياس مستقرة بعض الشيء بطاقات بريدية خاصة بأولي كان الطفل أولي يعاني من التوحد ولم يكن لديه اية اصدقاء وقبل ان يتم الخمسة عشر عاما ذهبت والدته كارين الى حجرته فوجدته يكتب لنفسه خطابات بريدية وذلك لانه لم يكون اي صداقات وليس لديه اصدقاء لتهنئته في عيد ميلاده لذلك قامت الام بنشر منشورا على صفحة الفيسبوك بان يرسل الجيران والاقارب بعض الخطابات البريدية لأولي لتهنئته بعيد ميلاده وبالفعل في اليوم التالي تلقى أولي ما يقرب من خمسة وثلاثين خطابا في صندوق البريد من جيران منطقته ولكن سرعان منتشر هذا الامر في جميع انحاء العالم وليس المدينة فقط وبعد يومين من ذلك ذهبت الام لتتفحص صندوق البريد وجدت حوالي 14 ليس خطابا بريديا ولكن 14 صندوقا مليئا بالخطابات وفي اليوم التالي وجدت 28 صندوقا حيث كتب له اشخاص من جميع انحاء العالم من استراليا الارجنتين والولايات المتحدة الامريكية وبالاضافة الى الخطابات تلقى أولي ايضا بعض الهدايا من عائلات مختلفة ففي المملكة العربية السعودية أرسل له احد الاشخاص جهاز اكس بوكس كما دعتهم اسرة لقضاء العطلة في دولة اخرى العلاج عن طريق الدراجات النارية هل سمعت من قبل عن العلاج بالدراجات النارية؟ يعتبر هذا العلاج لتشجيع ودعم الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفكرة هذا العلاج خاصة بسائق الدراجات الحرة الايطالي فانيو اوديرا حيث بدأت هذه الفكرة ان تتولد بداخله منذ عام 2009 عندما قرر ان يساعد هؤلاء الاشخاص بطريقة غير تقليدية بجعلهم يقود دراجات نارية حتى يتأكدوا ان اعاقتهم لا تمنعهم من فعل ما يفعله الاخرين هذا العلاج تمكن من جعلهم يستعيد فقتهم بانفسهم ويتخلص من الخوف الذي بداخلهم من العالم الخارجي والان انتشر هذا العلاج في عدة دول مختلفة منها اسبانيا وروسيا والمكسيك وأوروغوي وإيطاليا وفرنسا وأستراليا مخابئ صغيرة مجانية بدأ ذلك الامر في مدينة تدعى فيتيفل بالولايات المتحدة الامريكية حيث بدأت هذه الفكرة في بعض المكتبات حيث يقوم أي شخص بوضع كتاب في خزانة في الطريق ليتبادله الآخرين ولكن بعد ذلك تطور الامر إلى أن قامت أحد السيدات بإنشاء خزانة صغيرة بجانب منزلها تقوم بوضع الطعام بها للمرة ونجحت هذه الفكرة كثيرا وانتشرت إلى أن تم إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بهذه الفكرة وأصبح عدد المشتركين في الصفحة خمسة وعشرين ألف مشترك وجميعهم مؤيدين ومشجعين لهذه الفكرة وانتشرت هذه الفكرة في عدة مدن وبلدان مختلفة حتى أصبح الصغير والكبير ينفذها حيث يقوم الأطفال بوضع ما يوجد لديهم من طعام في خزانة صغيرة بجانب منزلهم حتى يأخذ منها من يحتاج للطعام من المرة وعلى الرغم من تردد العديد من الأشخاص من عمل هذه الفكرة خوفا من السرقة وإثارة المشكلات إلا أنه حتى الآن لم يقم أحد بسرقة أي من تلك الخزانات المليئة بالأطعمة المختلفة بل كانت بالفعل هذه الفكرة تلبي احتياجات المرة من الفقراء والمحتاجين ترجمة نانسي قنقر